السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مباشرة وبدون مقدمات تحليل البول هام قبل الموت رغاوة البول تختلف عن زلال البول لون البول سيعرفك على تشخيص مرضك تحليل البول يمكن أن يغير مجرى حياتك أسباب الرغاوة وعلاج زلال البول قبل الإصابة بفشل كلوي الكلية تقوم بعملية التصفية وتعيد كل ما هو مفيد وهام إلى الجسم هي تعيد السكر والبروتين نعم هي تعيده إلى الدم والجسم أنت عندما تدخل إلى الحمام للتبول وتجد أن البول شكل رغوة أو رغاوة تتساءل ما هذه الرغوة أو الفقاعات هل هي زلال بروتين أم هي رغوة عادية ليس لها أي تأثير سلبي البول يمكن أن يعطي علامات تحذيرية عديدة عن عمل أجهزة الجسم وهل هناك مشاكل في هذه الأجهزة أم لا لون البول ودرجة اللون الأصفر في البول بين الفاتح والأصفر الغامق لها علاقة بتركيز البول الفقاعات أو الرغاوة في البول قد تشير إلى مشكلة في الكلا أو مشكلة في الكبد وفي بعض الحالات مشكلة في القلب أجهزة جسمك تعبر عن حالتها من خلال البول سواء كانت بحالة طبيعية أو هناك مشكلة مرضية هناك أسباب غير مرضية لرغوة وفقاعات البول أول سبب هو قوة وسرعة دفع البول وهذا يختلف من شخص لآخر فقوة وسرعة البول عندما يصطدم بالتواليت تؤدي إلى تشكل رغاوة وفقاعات هذا الأمر طبيعي ولا يدعو لأي قلق بعض الأشخاص تظهر في البول عندهم رغاوة بسبب حجز البول أو حصر البول في المثاني وعدم التبول لفترة زمنية طويلة هذا يكون بسبب ظروف العمل أو السفر أو بسبب عدم وجود حمام قريب ويمكن أن يؤدي حصر البول إلى التهاب في المثاني والتهاب في المسالك البولية وهذه الالتهابات قد تصبح مزمنة وصعبة العلاج وقد يحدث بسبب حجز البول تمدد بجدار المثاني وهذا التمدد والارتخاء يضعف جدار المثاني ويؤثر على قدرتها في تفريغ البول وفي هذه الحالة فإن المريض يمكنه تفريغ جزء من البول ويبقى جزء آخر في المثاني كل هذا سيؤدي بالنتيجة إلى نشاط البكتيريا والتهاب مسالك بولية عند الشعور بالحاجة للتبول أنصح بعدم تأجيل ذلك للحماية من الإصابة بالتهابات بولية سبب آخر للرغاوة هو الجفاف وقلة السوائل في الجسم وهذا ما يحدث عند ممارسة الرياضة أو المشي مثلا الجفاف سيسبب زيادة تركيز البول وتشكل رغاوة وفقعات عند التبول أنصح عند ممارسة الرياضة أو المشي بزيادة تناول الماء والسوائل قليلا لتعويض الفاقد منه بسبب التمارين الرياضية فالجسم بحاجة وسطيا لواحد ونص إلى اثنين لتر ماء يوميا تناول الماء سيحسن تركيز البول ويخلص الجسم من الجفاف وبذلك ستختفي الرغاوة من البول أمر آخر أو سبب آخر لرغاوة البول هو استخدام بعض المنظفات الصناعية في تنظيف الحمام فعند التبول البول يتفاعل مع مواد التنظيف ويمكن أن يؤدي إلى تشكل رغاوة وفقعات في التواليت بعض الأشخاص يسرفون في تناول البروتين بشكل كبير وهذا يؤدي إلى ظهور البروتين في البول وظهور رغاوة وزلال في البول أنصح دائما بالاعتدال في تناول الطعام حتى الطعام المفيد يجب الاعتدال في تناوله طيب سأتحدث عن الأسباب المرضية لرغاوة البول وزلال البول وهنا أقول زلال البول وليس الرغاوة فقط أي أن البول يحتوي على زلال يعني بروتين أو البومين يعني هناك مشكلة كلوية يجب الحذر والاهتمام واستشارة الطبيب فورا قد تظهر رغاوة البول وزلال البول عند سيدة حامل مصابة بتسمم حمل أو انسمام حملي وارتفاع ضغط الدم ويظهر عندها ورم في الأطراف السفلية وزلال أو بروتين في البول بسبب أذية وتلف في أنسجة الكيلة وهذه الحالة خطيرة ويجب المتابعة بشكل دقيق مع الطبيب والزلال هو بروتينات أو البومين تقوم الكيلة بفلترتها وتصفيتها وإعادة البروتين إلى الدم وإلى الجسم مرة أخرى ولا يظهر الزلال في البول في الحالة الطبيعية يعني البول الطبيعي لا يحتوي على زلال أو على بروتين ووجود الرغاوة والزلال في البول يعني أن هناك مشكلة في الكلية الرغاوة والزلال في البول يمكن أن يظهر أيضا بسبب ارتفاع ضغط الدم غير المعالج بشكل صحيح وغير المضبوط وهنا يتسبب ارتفاع ضغط الدم بإطلاف أنسجة الكيلة وتصبح الكيلة غير قادرة على إعادة البروتينات يعني الزلال إلى الدم مرة ثانية لذلك يبدأ الزلال والرغاوة بالظهور في البول وعند ظهور الرغاوة والزلال في البول يبدأ تورم القدمين والساقين وأيضا يظهر انتفاخ تحت العينين وعند تطور الحالة وظهور كميات كبيرة من البروتين في البول يكون المريض متعب جدا وأي حركة تسبب له ضيق تنفس وقد يكون المريض في هذه الحالة مصاب بمشكلة رئوية واحتباس ماء في الرئتين والقلب أيضا من الأسباب الشائعة لرغاوة وزلال البول مرض السكري فارتفاع السكر لفترة طويلة وعدم ضبطه يؤثر على أنسجة الكيلة ويسبب تلفها وبالتالي تصبح الكيلة غير قادرة على إعادة البروتينات إلى الدم مرة ثانية فتبدأ الرغاوة والزلال بالظهور في البول أيضا من أسباب الرغاوة والزلال في البول الأمراض المناعية مثل الروماتويد والنقرس والذئب الحمامية وباقي الأمراض المناعية التي تهاجم فيها الأجسام المضادة أجهزة الجسم ومن ضمنها الكيلة وتسبب تلف بأنسجة الكيلة وظهور الزلال والرغاوة في البول أيضا من أسباب الرغاوة والزلال في البول التهابات في أنسجة الكيلة بسبب تناول بعض الأدوية والمضادات الحيوية والمسكينات مثل ديكلوفيناكس صوديوم وبروفين وإيبوبروفين مما يؤدي إلى التلف في أنسجة الكيلة وتورم قدمين وساقين وظهور رغاوة وزلال في البول أنصح بعدم استخدام أدوية ومضادات حيوية ومسكينات بدون استشارة الطبيب فهذه الأدوية قد تكون سبب لأذية الكيلة وحدوث فشل كولوي أيضا من أسباب الرغاوة والزلال في البول لإصابة ببعض الميكروبات أو البكتيريا مثل الإصابة بالحمى الروماتيزمية التي تبدأ بالتهاب حلق وتتطور إلى إصابة كولوية وظهور زلال ورغاوة في البول أنصح دائما عن ظهور أعراض بولية وعدوى بكتيرية والتهاب مسالك بولية بإجراء مزرعة جرثومية للبول لمعرفة نوع البكتيريا تماما واسم المضاد الحيوي المناسب أيضا من أسباب الرغاوة والزلال في البول لإصابات الكبدية بفايروس B وفايروس C وهنا تدل الرغاوة والزلال على حدوث مشكلة كبدية بحاجة لعلاج بإشراف الطبيب قبل أن تتطور الحالة ويحدث تلف بأنسجة الكيلة أيضا هناك حالة موجودة عند بعض الرجال تسبب رغاوة بول هي ارتجاع الحيوانات المنوية في المثاني نتيجة التهاب البروستات وأحيانا بعض الأدوية تسبب هذه الحالة ونزول الحيوانات المنوية في البول يسبب هذه الرغاوة والفقاعات يجب أن تهتم بالموضوع جدا وأن تراجع الطبيب فورا عندما تترافق رغاوة البول مع ارتفاع مستمر لضغط الدم لديك أو مترافقة مع ارتفاع دائم بسكر الدم لديك وتورم بالقدمين والساقين وحكي بالجسم بسبب ارتفاع البول والكرياتينين والخلل بوظائف الكلا وأيضا تورم تحت العينين ولون وجه ترابي متعب أنت ربما لم تستشر الطبيب سابقا ولا تعرف أنك مريض ضغط أو مريض سكري أو لديك التهاب كبد أو مرض مناعي أو ربما أنت كشفت والطبيب وضع لك خطة علاج وأنت غير ملتزم بهذا العلاج في هذه الحالة ببساطة شديدة يجب إجراء تحليل البول للكشف عن وجود زلال أو بروتين في البول هذا الزلال سيساعدك في الكشف عن حقيقة مرضك وتشخيص هذا المرض هل هناك التهاب مسارك بولية أم خلل في وظائف الكلية وتهريب زلال وبروتين من الخطأ أن تظن أن تعبك وإرهاقك ودخولك المتكرر إلى الحمام ووجود الرغاوة في البول هو أمر طبيعي الأمر ليس كذلك يجب إجراء تحليل البول لتحديد سبب المشكلة وتشخيص المرض وعلاجه قبل حدوث أزي كولوي وفشل كولوي إذا كان سبب الرغاوة في البول ارتفاع السكر في الدم أو ارتفاع الضغط فإن علاج الرغاوة والزلال في البول يكون بعلاج وضبط السكر وأيضا علاج وضبط الضغط وبالتالي علاج الكلا قبل حدوث فشل كولوي وللعلم مرضى الضغط ومرضى السكري ليسوا ممنوعين من تناول البيض فوجود الزلال في البول لا يعني أن الزلال أو البروتين مرتفع عند المريض إنما المشكلة في الكلا وفي التصفي الكلوية والعلاج لا يكون بالامتناء عن تناول البيض والبروتين إنما بعلاج المشكلة الأساسية وهي المشكلة الكلوية وضبط سكر الدم والضغط عند المريض وأذكر مريض السكري بأهمية إجراء فحص شبكية العين مرة كل سنة على الأقل وأيضا فحص السكر التراكمي ووظائف الكلية وإجراء تحليل بول كل 3 أشهر بإشراف الطبيب لكشف أي مشكلة في بدايتها وعلاجها قبل فوات الأوان شكرا لكل من يدعم قناتي بمشاهدة كل فيديو من بدايته حتى نهايته وشكرا لكل من يكتب تعليق جميل على الفيديو فهذا يلعب دور أساسي بنجاح قناتي والسمراريتها وشكرا لمن يشاهد فيديوهاتي من أجل الثقافة والفهم والمعرفة ويدعمها بالمشاهدات والإعجاب والتعليقات في كل فيديو وضعت تعليق مثبت يوضح طريقة التواصل معي من أجل الاستشارة الطبية تابعوني دائما كونوا بخير بإذن الله كنت معكم أنا الدكتور نوار علي بحفظ الله ورعايته ترجمة نانسي قنقر